رغم أن ترامب يعتبر أن بايدن مناظر قوي ولا تجب الاستهانة به إلا أنه لا يمنع نفسه من السخرية من الرئيس الحالي فمثلا حينما سؤل ترامب عن احتمال تغيير الديمقراطيين لجو بايدن كمرشح رئاسي إذا ثبت خلال مناظرة أنه ضعيف فيقول ترامب أنه سيحرص على خسارة المناظرة لصالح بايدن حتى لا يغيره الديمقراطيون ويؤكد ترامب في أكثر من مناسبة أنه المرشح الوحيد القادر على هزيمة بايدن وأيضا يعتبرها المرشح المثالي الذي سيمكن الجمهوريين من العودة إلى البيت الأبيض سخرية ترامب أيضا تقابلها سخرية من بايدن فيقول الرئيس الحالي أن سنه الكبير ليس مهما لكن سن ترامب هو المشكلة لأنه يتصرف كطفل يبلغ من العمر ستة أعوام أيضا سخر بايدن من عدم حصول ترامب على دعم نائبه السابق مايك بينز وأكد أنه بعكس ترامب يحصل على دعم نائبه في إشارة لكاميلا هاريس ترامب علق على سخرية بايدن منه وأكد أنه يعتمد دائما على النصوص المكتوبة بشكل مسبق في خطاباته لكنه يقع في الخطأ حينما يرتجل وأيضا يشير إلى أن بايدن قد يحصل على مواد منشطة قبل المناظرة حتى يتمكن من الوقوف أمامه موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة